اشتركوا في القناة والبيرقراطية القضية هنا الحديث مش بس عن تطور تكنولوجيا القضية اليوم توفير الوقت والجهد والمال على المواطن على الوزارة على المؤسسة خاصة مع الظروف الكورونية العالمية وما بعد ذلك بكل تأكيد اليوم بعض الدول بتوصل لمرحلة مش محتاج أنا كمواطن اني اوصل الوزارة الا من باب الرفاهية فقط لا غير لانه كافة الخدمات بتكون الكترونية وعلى الأخص قضية الدفع الالكتروني اللي بكل تأكيد هي اليوم قضية حيوية دائما الأستاذ فادي مرجانة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بديو يحكي معنا عن موضوع الدفع الالكتروني بعد ما استضفنا زملائه في قضايا عديدة حكينا فيها عن الموافقات النوعية حكينا عن ضبط الجودة والخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات حكينا طبعا قضايا حساسة جدا في قضية البريد ورح نستمر في الحديث عنها ان شاء الله ايضا لدورها وأهميتها في مجتمعنا والتخفيف من حدة الإجراءات التقليدية والبيروقراطية وأبدأ مع أخي فادي مرجاني بعد ما أقوله أهلا وسهلا وصبع الخير وإن شاء الله نستقبل مع بعض الضيف الأبيض بيحب وحلا وبدون إشكاليات ونتمنى إن شاء الله مغادرة ميمونة وطيبة بعد ساعتين من الآن تقريبا لكل الموظفين والطلبي إلى بيوتهم إن شاء الله يكونوا دائما دفيانين وأنت كمان تكون مدفي حالك دائما إن شاء الله إن شاء الله يسعد صباحك يسعد صباحك أخي طلعت ويسعد صباح جميع المستمعين طبعا يعني اليوم جميل إن شاء الله منستقبل الزائر الأبيض ومنبسط ومنفرح فيه وبكون كمان سالم إن شاء الله على جميع أمتنا العربية والإسلامية أذكر بدي أبدأ معك من هاي النقطة خمس وتسعين ستة وتسعين أقصد سنت الخمس وتسعين ستة وتسعين كان الموظف الحكومي وعلى الأخص قطاع الأمن كان نتيج الشنطة توصل على البقاطعة أنا أذكر هذه المرحلة تحديدا والأخوة طبعا يصطفوا على الدور عشان يقبضوا رواتبهم بشكل نقدي مباشر من إيد لإيد قبل ما نوصل لمرحلة اليوم نحكي خدمات government to government ولا government to citizen اللي هي خدمات الحكومة للمواطنين وكان الحديث بقتها حتى عن بطاقة صراف آلي ووجود حتى صراف آلي اليوم أعتقد تجاوزنا السبعمية تمنمية صراف في كل البلد إذا مش أكثر من ذلك كان حديث أن هذه قضية بعيدة ومعقول يصير هيك الواحد يعمل عمليات مصرفية إلى حاله ويدفع لحاله وإلى آخره فأستذكر معك الواقع اللي كنا عايشين فيه قبل أكثر من 25 سنة من اليوم وكيف كان الدفع التقليدي جدا حتى في البنوك نفسها قبل أو ترف الصرافات الآلية واستفافنا على الدور أنا وياك مع بداية كل شهر لنقبض رواتبنا ورواتب أسر الشهداء والجرحة والمتقاعدين وخلافهم وكنا نقعد ساعات في بعض الأحيان في البنوك الحمد لله اليوم على الرغم أنه نطمح نوصل لأفضل من المرحلة اللي احنا فيها اليوم لكن بذكر جيلنا على الأقل اللي بيوعها هاي الحالة اليوم انتقلنا منحكي عن منظومة ولما نحكي عن منظومة أي خدمات شاملة إلكترونية أين نحن بهاي اللحظة؟ أخي فادي مرجانة من موضوع الدفع الإلكتروني وشو اللي بنطمح نوصله خلال الفترة القصيرة القادمة لأنه العالم بكل تأكيد بيركض وبيسعى أنه يطور خدماته الإلكترونية كمنظومة وليس كخدمات تقليدية أو حتى اختيارية إنما كمنظومة نعم صحيح يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين يعني إحنا زي ما حكيت على موضوع أنه كيف كان استفاف بالـ 95-96 أنه أخذ الرواتب من خلال الشنطة أو من خلال كانت هي C2C من مواطن لمواطن فاليوم إحنا طبعا يعني توجهنا لموضوع الخدمات الإلكترونية هي مش بس إنه والله تكون خدمة إلكترونية أقدمها إلكترونيا وأهج أحكي للمواطن تعال يا مواطن يدفع لي في صندوق اللي موجود في المؤسسة أو روح على صندوق البنك اللي موجود اليوم إحنا حكينا على موضوع التكاملية اليوم إحنا طبعا في حكومة 18 بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيو بتعليمات من معالي الوزير الدكتور صحاق سيدر تم إقرار تشكيل لجنة وزرية للدفع الإلكتروني اللجنة الوزرية تشكت من 2019 اللجنة الوزرية قاموا بتشكيل لجنة فنية اللجنة الوزرية طبعا هي كانت وزارة الاتصالات ووزارة المالية وسلطة النقد الفلسطيني والأمان العام مجلس الوزراء قمنا بعمل إبداء اهتمام إبداء اهتمام عشان إحنا نشوف كيف واقع شركاتنا المحلية ونشوف كيف مدى إمكانية تطبيق هذا الموضوع إنه منظومة الدفع الإلكتروني منظومة الدفع الإلكتروني بجميع مكوناتها فعملنا إبداء اهتمام فقمنا في تأهيل شركات عملنا تقدم الشركات درسنا الأروض تم ترسيته على اهتمام من ثلاث شركات شركة الشركة الأوسط لخدمات الدفع ميبس ومدفوعاتكم فلسطين وإكسبرتز للحلول التكنولوجية قمنا بإعداد منظومة الدفع اليوم احنا عنا اليوم وقعنا اليوم عنا منظومة الدفع الإلكتروني تقوى من أربع المكونات أربع المكونات هم عنا نظام تسجيل دخول موحد رقم واحد نظام تسجيل دخول موحد إنه لكل الخدمات الحكومية لكل المؤسسات الحكومية إليها بوابة واحدة من خلال الديسكتوب أو من خلال الموبايل أبليكيشن إنها تدخل أنت وتعمل تسجيل دخول تسجيل دخول من خلال هذه البوابة الموجودة عندك في البيت تحط بياناتك في ماري شك نعم تحط رقم هويتك تحط تاريخ ميلادك تحط مكان الولادي هو لما تحطهم الثلاث براميتر زه دولار أنت مباشر تضرب النظام يحكي مع استجل المدني الوزارة الداخلية يجيب البيانات الاسم الرباعي للمواطن وبعدها تستكمل أنت في الإجراءات تحط بريدك الشخصي أو بريد الرسمي إذا كنت موظف رسمي تستخدم بريد الرسمي تبعك وبتحط رقم التلفون اللي راح تجيك عليه الرسالة بعد هيك أنت تتوجه لدائرة دوائر أحد دوائر داخلية لأحوال المدنية أنت بتختارها المكان القريب عليك تذهب لهذا المكان ويتحقق من هويتك أنت الشخص اللي صاحب هذا البروفايل صاحب هذا الملف وبتكون بتوقيع الأوراق اللازمة ويتم عمل اسكال لهذه البيانات هذا كله إلكتروني هاي كله إلكتروني في مكان عملية التحقق في إحدى مراكز وزارة الداخلية بعد هيك لما تستكمل العملية بتم إرسال إليك يوزر نيم والباسورد يوزر نيم هو رقم هويتك الباسورد بيكون مبعود إليك الباسورد على موبايلك اللي تم تسجيله وبعد هيك أنت تدخل على البواب الإلكترونية اليوم إحنا اليوم إحنا عنا نظام التسجيل الدخول موحد تمام جاهز مئة بالمئة وحاليا إحنا تم إطلاقه داخل مؤسسات الحكومية حتى نكون بالتسجيل وعمل الفحوصات اللازمة لإله وإذا فيه هناك يعني بعض الشغلات التخذية الراجعة حتى نكون بتحسينها وتطويرها اثنين البواب الإلكترونية جاهزة مئة بالمئة موجود عليها البرفايل بيصير عليها البرفايل لإلا المواطن حاليا اليوم لإننا للموظفين داخليا زي ما حكيب وفيه عليها الخدمات اللي تقدم للمواطن تشمل كم خدمة يا أستاذ فادي؟ إحنا حاليا إحنا عنا 12 خدمة عنا 7 خدمات مدفوعة وعنا باقي الخدمات استعلامية عنا الخدمات المدفوعة إحنا ركزنا على موضوع تجديد وخصة سياقة من مدارة النقل المواصلات يعني إحنا بعد ما تطلع المنظوم إن شاء الله أنت بإمكانك تدخل هاي المنظومة تعبي البيانات بدون ما تذهب لوزارة نقل الموسط أو لغيره وتعبي البيانات اللازمة عشان تجددها لرخصتك وبعد ذلك بيتم الدفع من خلال وسائل الدفع هلأ عنا اليوم البورتل جاهز عليه الخدمات 12 خدمة موجودين الـ 12 خدمة بيحكموا بعض طبعا إحنا اليوم عنا الوزرات طبعا كل الكواعد البيانات موجودة في الوزرات يعني اليوم عنا رح نقدم خدمات لخمس وزرات الوزرات اللي رح نقدم الخدمات اللي هي وزارة الداخلية سلطة الأراضي وزارة الصحة وزارة المالية هدول الخدمات اللي رح نقدمهم في المرحلة الحالية بعد هيك احنا كمان عندنا الموبايل أبليكيشن الموبايل أبليكيشن خلال أيام إن شاء الله سيتم رفعه سيتم رفعه على الـ iOS وعلى الـ Android بس زي ما حكينا بفترة تجربية للموظفين الحكومي واليوم احنا عندنا المكون الرابع والأخير اللي هو بوابة الدفع الإلكتروني بوابة الدفع الإلكتروني حكومية هذه بوابة الدفع اليوم اليوم مربوطة مع شركة جوال باي ومربوطة مع بال باي عشان نقدم المرحلة الأولى احنا عندنا المشروع سننفضه على مرحلتين المرحلة الأولى رح تكون من خلال الكاش انك تدفع كاش من خلال نقاط بيع تابعة لشركات الدفع نعم ونفس المرحلة كمان المرحلة الأولى من خلال بطاقات من خلال بطاقات الدائنة والمدينة اللي بتصدرها البنوك الفلسطينية احنا اليوم شبكنا مع بنك فلسطين كونه هو مشغل للبطاقات العاملة المصدرة ممكن هاي المحطة كنت بدي أتوقف عندها قليلا وممكن المواطن يسأل اليوم هل أنا بحاجة إلى أني أستصدر بطاقة شديدة من هذا البنك ولا ممكن بطاقات الاتم اليوم اللي هي نفسها اليوم واضطر أروح أجيب بطاقة جديدة وطبعا في عليها رسوم هل ممكن نستخدم البطاقات الحالية ولا النظام الجديد يستدعي وجود بطاقات من نوع آخر نعم النظام الحالي هو بيستخدم نفس البطاقات المصدرة من البنوك الفلسطينية احنا بس بيكفي انه المواطن اللي عنده حساب بنكي هو يكون عنده يعني كل مواطن اللي عنده حساب بنكي عنده الفيزا الاسف اللي هي البطاقة دبت الكريدت مش كلهم حهم بغض النظر معك دبت أو كريدت ممكن تستخدمها الحالي اللي موجودة في جيبتك من خلال الارقام اللي موجودة عليها يعني الشغلات البراميض الموجودة بتستخدمها وتدفع معاملاتك انت إلكترونيا نعم احنا اليوم لدينا البوابة التدفع مربوطة مع شركتين من شركات الدفع ومربوطة مع بنك فلسطين كون لهو المشغل لهاي البطاقات عشان احنا انت بتقدر تدفع يعني كاش مش انك تروح انت على البنك تدفع في البنك في صندوق البنك او تروح على الوزارة نفسها تدفع في صندوق اللي موجود في الوزارة كاش انه ممكن في السوبر ماركت اللي موجود تحت بيتك ممكن تروح عليه لانه هذا السوبر ماركت هو بكون صب وكيل وهذا بكون تابع لإدارة وكلاء وإدارة الوكلاء بكون تابع لإحدى شركات الدفع اليوم احنا يعني بالعام 2017 تم اعتماد القرار بقانون المعاملة الالكترونية قرار بقانون المعاملة الالكترونية حكي عن المعاملة الالكترونية انه يجوز قانونيا انه يكون تبادل البيانات بين اكس وواي اثنين في عنا دفع الالكتروني كلف القانون كلف سلطة النقد انه تقوم بعمل الترخيص وتنظيم لشركات دفع الالكتروني حتى تصدر وسائل دفع وادوات دفع اليوم احنا عنا منظومتنا في المرحلة الاولى ورح تكون كاش ورح تكون بطاقات المرحلة الثانية ان شاء الله رح يتم ربطها مع انظمة وبرامج سلطة النقد انظمة وبرامج سلطة النقد اللي هي انت مستقبلا رح تمكنك كمان تدفع المنظومة وخدماتك الالكترونية من خلال حسابات البنكية ممكن من خلال حسابك لحزاب الحكومي او حتى من خلال وسائل ثانية يتم ترخيصها واعتمادها من قبل سلطة النقد مثلا اللي هي المحافظة الالكترونية ممكن انت يكون عندك محافظة الالكترونية وتحول من المحافظة واليوم احنا منشوف عفوان انا ممكن ادفع فاتورة الكهرباء الالكترونية نعم ادفع فاتورة الاتصالات صحيح الالكترونية برضه من خلال تطبيقات على صحيح بس بدي ارجع خطوة الخلف في موضوع التشريعات القانون عنا 2017 والخدمات التكنولوجية اليوم والالكترونية ودفع الكترونية منظومة تحدث في كل دقيقة بجزء في العالم تمام هل تقديرك التشريع اليوم وان كان احنا مش ما بدنا نتوغل في قلب التشريع وانا هل هذا مش اختصاصنا اليوم ينسجم مع الطموح البدناية اليوم لنرفع معدل الخدمات من تجربية 12-13 خدمة اليوم لنوصل للألف بل للألف واربعمائة خدمة اللي بتقدمها الحكومة تقريبا ولو بنسب متفاوت خلال العام الحالي عنا عنا معيق في موضوع التشريعات ولا تقديرك امورنا ماشية على الشكل الذي يجب وبنتوقع الشهر القادم لو بدي اعمل معك نفس اللقاء تحكي لي صار عنا 20 خدمة للدفع لك صار عنا 30 خدمة وإلى آخر تمام اليوم احنا عنا 12 خدمة رح نقدمها للمواطن احنا عشان نقدم خدارات المواطن بدي احكي عن البنية التحتية اللي بين الوزارات البيانات احنا شو عملنا جبنا حكينا فيه اشي اسمه ناقل بيانات وطني الوضع من خلال هذا هو يقوم ربط الوزارات مع بعضها البعض اليوم احنا عملنا تحديث للأكسرود صرنا احنا نقدم الخدمة مش بس للحكومة نربط وزارات مؤسسات حكومية ولكن احنا نروح كمان لربط قطاع العمال زي ورف تجارية شركات هذا مرحلة قادمة هذا لا ان شاء الله انه خلال شهر اثنين خلال شهر القادم نزلنا الأنظمة المركزية داخل وزارة الاتصالات وان شاء الله خلال شهر اثنين شهر الجاي رح يتم تنزيل الأنظمة الفرعية في الوزارات والمؤسسات اللي رح تربط مع الحكومة هذا هو ناكل البيانات آمن يقوم بنقل البيانات بين وزارة ومؤسسة الوزارات اليوم في بيروقراطية بتبادل المعلومات في إشكالية في هذا القانون المعاملات الإلكترونية واليوم نحن نحن نوقع مذكرة التفاهم بين وزارة ووزارة وزارة وزارة داخلية مع وزارة مالية وزارة الاتصالات توقع معهم تكون كون مشرف على نظام الإكسرود الوزارة بتفقوا على البيانات راح تتبادل بينهم من خلال قانون المعاملات الإلكترونية اللي حاليا موجود والمفترض القانون بيلزم الوزارة تفتح بياناتها لأنه القانون هو قانون المعاملات الإلكترونية أجاز عشان نحن نتبادل الخدمات الإلكترونية لأنه اليوم أروح أخذ البيانات على وفئات ومواليد وخلافه وقضايا أخرى 100% يعني اليوم عندك وزارة الداخلية كل المستشفيات الخاصة والعامة هم مربوطين مع وزارة الداخلية أنه اليوم أي مولود أو أي وفاة بتصير في مستشفى هي تم تبليغ عنها مباشرة في وزارة الداخلية وهون هي وزارة الداخلية بيصير عندك البيانات كل لحظة بلحظة زي ما حكيت وحكيت في البداية المقابلة أنه هذا بوفر وقت وجهد ومال لا في شك يعني إحنا اليوم الربط الآلي بين هذه الوزارات هو بوفر وقت وجهد ومال وسرعة وكمان شفافية وأكثر دقة في المعرومات يعني تعتقد كمنيه تحتية للوزارات اليوم إحنا جاهزين تماما خليني آجاء ولا منتوقع وصير فيه تأخير لأنه والله الوزارة الفلانية مش جاهزة لا أنا راح أحكي أكثر من شكل عشان موضوع التشريعات هلأ إحنا عشان إحنا نمشي في موضوع الخدمات الإلكترونية وروح بوابة الدفع الإلكتروني وتكون قانونيا مئة بالمئة المواطن يكون محمي المؤسسة محمية المواطن ما يدخل إنه والله أنا انسرك الوزار نيم بسور تبعاتي أنا فلان أخذهم الوزار نيم مش أنا عملنا موضوع السس أو له نظام سجيل دخول محهد عشان أنا اليوم الفلاني بالساعة الفلانية هو إجا وقع وعطنا الباسورد على رقم الموبايل اللي سجلوا إحنا اليوم إحنا اليوم الـ 1400 خدمة إحنا مش رح نشتغل في 1400 رح نشتغل بتكليحكي بنسبة 70% عنا سقف زمني في هذه المرجالة لهذا الموضوع بجزء من محاورنا كمان في إكسبوتك في شهر 12 الماضي صحي عنا سقف زمني تقديرك ولا صعب نحط سقف زمني نحكي متى سقف الزمني لنوصل لـ 50% نعم لازم نحط سقف زمني عشان إحنا نتحدى أنفسنا وعشان إحنا نقدم خدمة المواطنين اليوم إحنا القانون المعاملة الإلكترونية الحالي هو بنفذ لك من نحكي 85% من الخدمات اليوم إحنا في بعض الخدمات أبعدنا عنها على الموضوع الحالي لحين ما إحنا نعمل تحديث لقانون المعاملة الإلكترونية ونعمل نركز على موضوع الهيئة المصادقة الوطنية تكون هيئة مصادقة عشان تمنح موضوع التوقيع الإلكتروني وموضوع الهوية الرقمية وغيره إحنا في عنا مشروع مع البنك الدولي مشروع البنك الدولي هو حكينا عن موضوع التعديل قانون المعاملة الإلكترونية عشان جزئية الهيئة المصادقة إنها تصير هيئة مستقلة خارج وزارة الاتصالات عشان تكون بموضوع التوقيع الإلكترونية وغيرها عشان لكل الخدمات نحكي مستقبلا لكل الخدمات تكون موجودة وهذا نحن نشغلين فيه اثنين إحنا رح ننشئ لهية المصادقة الإلكترونية مع البنك الدولي يحشغلين مع البنك الدولي ثلاثة إحنا اليوم أخوي طلعت يعني إحنا عنا 12 خدمة 12 الخدمة حكينا G2C إنها تقدم المواطن عشان تتقدم المواطن إحنا مش كل الخدمات لأنها 1400 مأتمتين مفهوم يعني داخل الوزارات مش مأتمتة هلأ أنا لو بدنا نيجي إحنا نكلف كل وزارة تكون بأتمتة خدماتها رح يكون وقت طويل وتكلفة عالية اليوم إحنا مع البنك الدولي اشتغلنا على موضوع حصر وتصنيف الخدمات عملنا شروط مرجعية وتم نشرها والحاليا إحنا يعني إن شاء الله خلق بأول شهر اثنين رح نستلم العروض من هذه الشركات إنها نعمل حصر للخدمات أو نعمل أو نشوف كداش كل خدمة كم تستهلك كم تستخدم في اليوم في الشهر في السنة حتى تعطي الأولويات عشان نعطي أولويات للخدمات اللي تقدم أكثر للمواطن والمواطن بيحصل عليها أكثر وبعد هيك إحنا رح نشتغل على إشي اسمه نظام أتمة موحد كيف نظام أتمة موحد نظام أتمة موحد إنه أنا رح أستخدم نظام أتمة موحد لكل الخدمات اللي بتقدم الحكومة الفلسطينية إحنا بدأنا بتشكيل فريق من الوزرات فرق فنية عشان هذه الفرق تكون جاهزة عندنا نقوم بتدريبها بتأهيل على هذا النظام الموحد ومصر ندخل على الوزارة هذه الوزارة عندها ستين خدمة أولوية عندهم عشر خدمات نعم إحنا يعني المشروع هذا ماشي إن شاء الله مع البنك الدولي الفرق تشكلت عندنا كانت هي التحدي الوحيد إنه أنا كيف أبدأ كيف أبدأ في موضوع الدفع الإلكتروني في موضوع تعرف إنه أنا أدفع إلكترونيا طب كيف طيب أنا خائف هلهاي ممكن بتقديري قبل ما ننهي أنا بعرف الموضوع الشيق ومحتاجي نعرف عنه أكثر قضية التوعي والتثقيف لأنه حتى حتى البلديات اليوم عم بتعاني معنا بيشتغلوا مع الجي آي زدوا مع غيره من البرامج وبجهزوا خدمات إلكترونية لكن في هناك إحجام من بعض المواطنين يمكن لغياب الثقة لغياب الوعي كون البعض تعود على الإجراءات التقليدية لازم أتواصل مع فادي بشكل مباشر في وزارة الاتصالات ولا أؤمن بأي مادة ممكن توصلني أو وثيقة على الإيميل وأوقعها وأرد أصورها وأوديها بر ثانية أو عبر النظام حتى أحيانا مش ما اضطرني أصور شيء ولا أعمل أي شيء بجوزها كمان راح تطلب لسه شغل إعلامي وتوعوي وتثقيفي ضخم جدا لغاية ما نوصل لمرحلة وهذا لابد إلا التشريع يطرق له أن تكون المعامل الإلكتروني إلزامي وليست اختياري لأن القضية اليوم مش قضيتي بس أنا كمواطن أنت كمان بتحكي عن جهد وعبئ تشغيلي على الوزارة وعلى المؤسسة وعلى البلدية وعلى البنك وعلى آخر بدأ أنهي بدقيقة لو سمحت لي بالهوية الرقمية شو بدنا نحكي فيها للمواطن اليوم شوف إحنا بدأنا فيها يعني من خلال نظام استجيل دخول موحد إحنا بدأنا فيها في جزئية بسيطة يعني إحنا اليوم المواطن هو لما ييجي ونأخذ توقيعه وبكرة يصير يدخل من خلال يدخل على بروفايل ويكون باسمه المطابق بيكون نفس الاسم ونفس الرقم الهوية وتاريخ الميلاد ونفس المعلومات اللي موجودة في السجل المدني يعني حتى المواطن إنت لما بكرة يكون عندك بروفايل إنت ما بتقدر تغير على أي مكون من موجود البرفايل هذا تبعك إلا لازم تروح الداخلية وتعمل تغير في الداخلية فهذه إحنا بدأنا في الهوية الرقمية من الباب الاسس هو ولكن إحنا مستكملين في هذا الموضوع على موضوع نروح على المصادق الإلكتروني حتى يكون عندنا كمان توقيع إلكتروني ويكون عندي بصمة إلكترونية حتى يكون عندنا بطاقة بطاقة ذكية موحدة لكل الخدمات إن شاء الله منوصل لهذه المرحلة في الفترة القادمة وإن شاء الله كمان بيكون لنا ولو لقاء لدقائق في كل شهر ممكن مرة من رتبه مع الأخو في وزارة الاتصالات لنعرف وين عم نتقدم وين في معقات وين ممكن نوصل خلال المرحلة القادمة إن شاء الله بدأ أشكرك لوجودك معنا اليوم ولهالمعلومات اللي إن شاء الله تكون مبشرة بالخير لمستقبل أفضل لوقتنا لجهدنا لتواصلنا لعلاقتنا مع بعض وبالتالي بكل تأكيد هذا في خدمة عامة لنا جميعا بتحدي الوقت وتحدي الزمن وتحدي الإجراءات وتحدينا التكنولوجي كشعب مثقف إن شاء الله دائما تكنولوجيا وفي كل المجالات بعونه تعالى شكرا فادي مرجانة كنت معنا اليوم في هذا اللقاء المقتضب عن الدفع الإلكتروني أو منظومة الدفع الإلكتروني أشكرك الله أحكي لك شكرا لكم شكرا لكم أشكر كل اللي تابعونا ولقاءنا معكم يتجدد بعونه تعالى الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته